السلام عليكم. في مصر القديمة مشروع ببناء الأخدامات بلاد مديني النهرين كان فيها هيئة ضخمة ليهزي براكسي وعبارها عن عبنية ضخمة قوانة من الطوب عبارها عن ملصات مرتفعة ذاتها مستوىات بتاعكبة الحضار ويقال انها كانت تحتاج على ادراحة مخصصة لعبادة الاليهة واماكن مخصصة لمعيشة الكهان وده ندير في التبات المقرر شهير هوردد لكن في الواقع لم نعصر على اي ادراحة في اي من عشرات الزكورات اللي موجودة في العراق وإيران ومن اشهر الزكورات اللي موجودة في العراق ايجا زكورة أور الكبرى وهي على بعدها لبين كيلو متر من ناحية الغرب من مدينة الناصرية وده اللي عملتها سلالة أور الثالثة وفي طور الزكورة من ثلاثة مستوىات المساطي ارتفاحها ما بين عشرين لتعاتين متر وتها طبعا سلالة كبيرة تؤدي لكل مستوىات وطول المبنى يصل الداخن من نحوى وربعة وستين متر وعرضه خمسة واردعين متر فأعلا مستوىبنا زكورة بالله معبت لإله الكمر نانا هو الالله الرائي لقور عندها العراق القريم لكن للأسف لم يأمد هذا المعبت والعلماء أيضا موجود بعض من طوب الأزرق اللامع والذي أعطت أنه كان جزء من الواجهة المزخرفة للذكورة في ماما والعلماء وجدوا سكوب في التوقف الخارجية لمعبد ذكورة المفترض أن سكوب دي كانت تسمح لتوقف المياه من قلب المعبد ولقوا مصارف تم الجنقاء في بساطة الذكورة لتصريف مياه الأبطار الشتوية وبحلول القرن السادس قبل ما لات كانت الذكورة دي تنهار بالفعل لأنها كانت بانت من الطوب الثاني فلما تعرضت لأمطار الرطوبة تحصل صدق فيها وتم نسلح الزكورة بعد قبل 500 سنة دي في التمينات لما الرئيس العراق الصادق خبار حسين قام بترميم الواجهة والسلالة ووضع طبقه من الطوب الحديث لحماية الكودران الأصلية ولكن للأسف تضررت أثناء حرب غير ترجمة نانسي قنقر